اخر حاجة خالص بقى في ريسك مانجمينت يعني نحن نديسايد واذر ريسكس ار اكسابتابل وباسيكلي نشوف اذا كان فيه نيو ريسكس ار انتروديوز وطبعا ده لازم المرحلتين دول نعديه مايبقاش فيه يعني لازم بقى اكسابتابل ريسكس ولازم يبقى ايه لازم ان مفيش نيو ريسكس انتروديوزد بعد كده نبتدي بقى ايه نعمل دوكومنتيشن لكل الحاجات اللي اتعملت ديه انكلودين بقى كل الحاجات الليها علاقه باليوز ار ار اناليسيز او الاناليسيز بتاع اللي هو الريسكس اللي عندنا ولو احنا عندنا الريسكس نعمل لها بقى موجودة اي بقى يوز ار ار متجايشن كل الحاجات اللي اتعمل البيسيك في ريسك كنترول لازم تبقى دوكومنتيك قوي عشان بعد كده لما نحب نرجع او مسلا فرضا عادة فيه مثلا بتبقى هي سمحت للجهاز ان هو يتباع في الماركت او ينزل الماركت لو حصل في مشكلة معينة بترجع بقى تشوف المشكلة دي ريليتد لايه وتبص على دوكيومنتيشن زي اذا كان فيه حاجة ظهرت فيها ريليتد للمشكلة اللي حصلت في البوست ماركت دي فمهم جدا دوكيومنتيشن ده يبقى كامل لان لو ما كانش كامل يبقى فيه مشاكل هتحصل بالتأكيد في البوست ماركت بعد كده بعد ما الجهاز خلاص بقى بقى في الماركت الجزء بتاع البوست ماركت ايشوز دوت الحقيقة ده في قواية الاهمية ان احنا نتابع جهاز بتاعنا لفترة او نتابعه ده الحاجة اللي بتحصل فعلا يعني لازم اي مشكلة تحصل في الجهاز ده لازم نتلقاها بمنتهى الاهمية انها بتعرض لنا جزء من الصورة احنا مشوفناهوش احنا بالضبط اللي عملناه في احنا عملنا سامبلنج اوكي خدنا سامبلز كده وجربنا ومنها بنينا كونكلوجينز لا احنا هنا بقى بنعمل يعني بايسيك ناخد متش يعني متش مور يعني ديتيلد فيدباك من الماركت فبيطلع منه مشاكل ممكن ما نكونش نتخيل انها ما كانت موجودة اصلا ففي بعض المكان الحقيقة اللي واحد بيشوف بعض الحوادث اللي بتحصل في الاجهزة الطبية يعني في منتهى الصعوبة ان راح يتخيل ان المشكلة تحصل في اي مرحلة من مراحل بتاعة الاختبارات اللي قبل الماركت ففي حاجات بتحصل نتيجة لحالات خاصة جدا بتحصل في المستشفيات فيعني دي كلها نعتبر انها فيدباك مهمة قوي مش عشان بس الجهاز بتاعنا ده نقدر نحسن فيه لا عشان بعد كده اجهزة التانية نقدر برضو ان احنا نعمل فيها نفس الحاجة او ناخد الفيدباك ده بعد كده يبقى هو كونسبت اساسية ما ينفعش ان احنا نعمل جهاز من غير ما تكون الكونسبت دي موجودة فيه نختصر بقى البروستس كلها كده ويبقى دي اخر جزء في المحاضرة دي اول حاجة بندفين البحث عن نعنقه y suppose إن كم موجودة بتاع الجهاز بتاعنا ودكيران ده من دوUNA الみたい Warsaw aman that's the electronic souls بحضوره compact ونقوم موغم ويابقى الorithm يمكن نتجع عنها to floor based on the Trade ويعني اللي бойقى اللي مت mastery ومزقت Berksprise � trazs TIE بعد ك гарمان نعمل To care about multiple decisions بawat accounts לק성 الـ probability ودي بنعملها عن طريق حاجة زي الفيمية او حاجة الـ FTA او حاجة بستعمال الـ usability testing. بعد كده خلاص احنا عملنا identification لـ risks. بعدنا حاجات بـ priorities وعلي وبعد كده اهل 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 وبعد كده يبتل نعمل بعد كده implementation لـ risk controls. يعني بتده بقى نعمل بقى القطوات بتاعتنا اللي احنا هنماتيجات فيها الـ risks اللي احنا شفناها هنا. بعد كده validate. نتأكد ان احنا فعلا الكلام ده فعلا يعني بيحقق فعلا الحاجة اللي انا مفروض اعملها ولا لا. ده بيتعامل عن طريق وزابريتي testing. وبعديها بنتشك اذا كان فيه risk بتاعنا البعد التحسين دوت او بعد الماتيجيشن دوت. هل بقى acceptable? وهل في risks جديدة بتاعت تبقى موجودة مكادش موجودة قبل كده? لو الاتنين دول اوكي. لو ده مفيش يعني هو ده acceptable وده مفيش new risks. بعد كده بقى بموف لمرحلة بتاعت documentation بقى بقى با دوكمنت كل المراحل اللي فاتت دي. وبعد كده بريليس المكناة بتاعت بقى في المرحلة اللي هي في النص دي. يعني ده بينزل الماركت هنا. وبفضل بعد كده بقى forever بمونيتور unanticipated risks in post market. يعني افضل اشوف بعد كده اذا كان فيه اي مشكلة هتنشأ من الجهاز بتاعي ده في اي وقت بقى بعد ما الجهاز بتاعي يبقى موجود في الماركت.